إلى موضوع آخر مشاهدين ومع كشف نفق لتهريب المخدرات طوله عشرون ملعبا لكرة القدم دائما ما تعودنا في السنوات الأخيرة على مشاهدة أنفاق في غزة بفلسطين والتي تستعمل لأغراض عسكرية ولإدخال ضروريات الحياة نفس المشهد انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بشكل مغاير حيث اكتشفت السلطات الأمريكية نفق تهريب تحت الأرض على الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك يمتد بطول ملعب كرة قدم ويحتوي على جدران معزولة وكهرباء ونظام للتهوية وسكك حديدية كما اكتشف المحققون النفق الذي يقود إلى مستوضع في منطقة صناعية على الأراضي الأمريكية وهذا النفق يقع على بعد حوالي نصف ميل من معبر أوتيميسا الحدودي بين تيخوانا وساندييغو في منطقة عثر فيها على أكثر من عشرة أنفاق أخرى خلال العقدين الماضيين وذلك وفق ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير لها يوم أمس طبعا كانت السلطات الأمريكية اكتشفت حوالي 15 نفقا متطورا على الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك منذ عام 2006 فيما عثر الضباط بعد مراقبة منزل استخدم لتخزين المؤخدرات طبعا عثروا في المدة الأخيرة على صناديق مليئة بالكوكايين يذكر أن هذه التاريخ هذه الأنفاق العابرة للحدود يعود إلى أوائل تسعينيات وكانت تستخدم في الأساس لتهريب أطنان من المرخوانة بموجب قانون طبعا الفيدرالية في السلطات الأمريكية ملزمة اليوم بإسد الجانب طبعا الأمريكي للأنفاق بالخرسانة بعد اكتشافها لغلقها ومنع طبعا كل من يحاول تهريب المخدرات للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية والأراضي الأمريكية اشتركوا في القناة